موسيقى باء نازلنا في التعليق باء قال وكان وزير العراق ابن العلقمي جلدا خبيثا داهية من أين لك هذا هل من علمك بالغيب أو بإيحاء من آلهة التيمية الأمرد والشركائه فابن العلقمي لعشرات السنين يخدم في البلاد العباسي من أستاذ للخلفاء أبناء الخليفة إلى وزير للخليفة ولم يصدر من الخلفاء ما يخل بأخلاقه وأمانته وعدالته ونصحه وإدارته وسياسته فهل كان الخلفاء الأئمة أغبياء سفهاء إلى المستوى الذي لم يكتشفوا حقيقة ابن العلقمي لعشرات السنين بحيث يأتي أئمة التيمية بعد عشرات السنين ومئات السنين يكتشفون خبثه ودهاءه ومئات السنين جيم قال والفتن في استعار بين السنة والرافضة ظاهر كلامه أن ابن العلقمي لا مدخلية له في الفتن واستعارها ولم يظهر اتهام ابن العلقمي بها لأنه لو فعله فسيناقض كلامه اللاحق الذي أشار فيه إلى أن ابن العلقمي أمر الشيعة بالصبر والكف قال وأمر ابن العلقمي أهل الكرخ بالصبر والكف دال قال والفتن في استعار بين السنة والرافضة حتى تجالدوا بالسيوف وقتل جماعة من الروافض ونهيبوا وشكى أهل باب البصرة إلى الأمير ركن الدين الدويدار والأمير أبي بكر بن الخليفة فتقدم إلى الجند بنهب الكرخ فهجموه ونهبوا وقتلوا وارتكبوا من الشيعة العظائم الإرهابيون التيمية اعتدوا على شيعة بغداد وقتلوا جماعة من الشيعة ونهبوهم كما يفعل دواعش اليوم بالشيعة وبالصنة ومع كل هذا الإجرام وبكل قباحة يذهب الإرهابيون يشتكون إلى الأمير المملوك وإلى الأمير ابن الخليفة فتأتي الفتوى من ابن الجوزي الإرهابي القاتل مفتي الخلافة ومعلم أولاد الخليفة فيبيح لهم الكرخ ومن فيها وما فيها من أرواح وأعراض وأموال وكما فعلوا بالموصل في هذا الزمان بعد تلك الجريمة الكبرى والإبادة الجماعية يقول فحنق الوزير فهل تريد منه أن يفرح ويعقد مجالس الغناء والطرب والرقص والخمور كما يفعل الخليفة إنا لله وإنا عليه راجعون واو يقول ونوى شرا فمن أين علمت يا ذهبي يا تيمي أنه نوى شرا هل صرت تعلم الغيب أو تعمل بالسحر والشعوذة وقراءة الكف وتحضير الجن فتكشف عن ما يضمره الإنسان وما يعقد عليه وما يعقد عليه النية وإذا كان كلامك فيه إقرار منك أن حنقه ونيته ونية الشر قد استجدت بعد جرائم دواعشكم القبيحة فمن أين إذن علمت قبل هذا أنه جلد خبيث فقلت كان ابن العلقمي رافضيا جلدا خبيثا داهية فهل نفهم من كلامك أنه لم يكن كذلك سابقا لكن بعض فضائح التيمية وجرائمهم في بغداد صار ابن العلقمي جلدا خبيثا ونوى شرا اشتركوا في القناة